اعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تكنولوجيا العمليات للصف الثالث النهاردة ان شاء الله في مادة التكنولوجيا العمليات هنتناول درس او عبارة عن الطباعة السلك سكرين الطباعة السلك سكرين احنا خدنا الطباعة باستخدام القوالب طبعا قوالب النحاس وقوالب الالمونيوم النهاردة هنبدأ نتعرف على الطباعة السلك سكرين والطباعة السلك سكرين اللي تعتبر الطباعة التكرارية يعني ايه اما اكون عاوز اطبع عدة نسخ او نسخ مكررة من تصميم معين فبالتالي باستخدم عملية الطباعة السلك سكرين بداية طبعا ما نيجي ننظر للطباعة السلك سكرين نظرة تاريخية هي بدأت الطباعة بداية بحاجة تعرف بالاستنسل وجميعنا كلنا نعرف اللي السنسل ديت اللي هي عبارة عن الاسطنبا بداية طبعا في الصين بداية بدأت عملية استخدام الطباعة التكرارية لعمل تصميمات سواء كان اعلانات سواء طباعة مجموعة من الكتب اغلفة الخاصة بالكتب طباعة الجلود طباعة الزجاج طباعة الاسطح المتعددة المستوية يعني ايه المستوية يعني الاسطح العدلة السليمة طيب بداية طبعا ما كانش لسه في معرفة بالطباعة السلك سكرين فبدأوا يستخدموا طباعة الاستنسل ان بيبدأ يجيب نوعية معينة من الورق ويبدأ يجهزوا ويعدوا باستخدام اما ورنيش يعني بيجيب الورق ويبدأ يدهنوا بمادة الورنيش او الجمالكة كنوع من تقوية يعني بيقوي سطح الورق بعد كده بيطبع التصميم عليه وبعد ما يطبع التصميم يبدأ يعمل ايه يبدأ يفرغ هذا التصميم بواسطة كطر حاد طيب بعد عملية تفريغه كان بيستخدم التصميم المفرغ في طبع الزخارف او الرسومات على عدة اسطح يعني كان بيقرر هذا التصميم على مجموعة من المشغولات اللي بيطبع عليها التصميم طبعا مع تكرار عملية طبع هذا التصميم لانه منفذ على ورق والورق له عمر افتراضي نتيجة العمل والاحتكاك باستخدام سواء كانت مدقات الاستنبا او الاسفنج في عملية ضق اللون فبالتالي كان الورق بيبدأ يتقطع فبدأوا يفكروا في فكرة اخرى ان ينفذوا هذه الاستنباة على نوعية معينة من المادة البلاستيك او من البلاستيك القوي شوية يعني بلاستيك شفاف كان بيبدأ يضبع عليه التصميم بتاعه ويقوم بعملية ايضا التفريغ ويحدد الاربطة اللي موجودة في التصميم وبعد مرور الوقت طبعا تم عملية الطباعة باستخدام هذه النوعية من الورق او البلاستيك وبرضو لها عمر افتراضي ان مجموعة من الاربطة بتبدأ تتهتك وتتقطع فبالتالي التصميم بيبقى فعملية طباعته بيبقى فيه بعض تشويهات في اللون فبدأوا يفكروا في فكرة اخرى وكانت دي بدايات عملية الشبلونة اللي هي الطباعة اسكريم بتاعتنا انهم بدأوا يجيبوا نوعية من الورق ويدهن بمادة الجملكة كما قلنا من قبل او الورنيش الشفاف ويتم تنفيذ التصميم عليها ولكن كان بيعمل منها نسختين اتنين كان بيعمل نسختين من التصميم ويقوم بعملية تفريغه وكان بيضع فيه المنتصف بيضع فيه المنتصف قطعة من الحرير ذات المسام الضيقة يضع قطعة من الحرير ذات المسام الضيقة بيفرد مادة لاصقة على الاستنسل الاولى وبعد ما يفرد المادة لاصقة يشد عليها القطعة الحرير وبعد كده بيدي قطعة الحرير ايضا مادة لاصقة ويثبت الاستنبا التانية او الاستنسل التانية بعد ايه تحددها وتزمتها بحيث تبقى مطابقة للسفلة وبعد كده كان بيحاول انه يشدها على برواس خشب يعني بيضعها على برواس خشب وبيقوم بعملية الطباعة ولكن طبعا عملية الطباعة هي خدت فترة في عملية التقرار اتحملت وطبعت اعداد اكثر من عملية استخدامها استنسل كورق ولكن نتيجة ان وجود سمك في هذه الاستنبا نتيجة ان طبقتين اتنين وطبقة من الحرير فكان بيبقى في بعض تشوهات ان اللون في الغالب في بعض الاجزاء ما كانش بينفز من خلال الحريرة فبدأوا يفكروا في فكرة اخرى انتقلوا لعملية عمل الشابلون لتعملية عمل الشابلون عملية عمل الشابلون طبعا زي ما احنا عارفين وبنشوفها بنشوف عبارة عن اطار من الخشب يعني الشابلونة عبارة عن اطار من الخشب وهو ده اللي هم فكروا فيه في البداية اطار من الخشب الاطار من الخشب ده بيكون معمول من اربع اضلاع والاربع اضلاع دول معمولين تم تعشقهم وتثبتهم على شكل زاوية قائمة على شكل زاوية قائمة وبعد ذلك انتقلوا لعملية شد الحريرة طيب نبدأ نشوف كده هذه المراحل التاريخية حتى نصل لعملية التصوير الضوئي فيما بعد طيب نشوف كده مع بعضنا ظهرت الحاجة الماسة لتكرار بعض الرسومات والتصميمات والكتابات على الاسطح المستوية فاستخدمت طرق فنية عديدة ونحن وصولا لما بلغته عملية الطباعة التكرارية للاعمال الفنية على الاسطح المختلفة مثل طبعا الاسطح اللي بيتم التنفيذ عليها الأخشاب، البلاستيك، الجلود، الأقمشة، الزجاج، الورق من رقي وتطور في تلك الآونة والعمل في تنفيذ الطباعة التكرارية وعندما زادت الحاجة لطبع المزيد في مجالات انتاجية أخرى يعني كان فيه احتياج شديد لعملية الطباعة للتكرارية بكثرة فبدأنا نعمل عملية تطوير منها الفني والصناعي والتجاري بمختلف الخامات على الاسطح المستوية لإنتاج مصورات تعليمية ولوحات إعلانية والإعلام التسكيرية بالمناسبات المختلفة ولقد مرت عملية الطباعة على الأسطح المستوية سابقة الزكر مراحل تطور نذكر منها طبعا زي ما احنا قلنا أيوة اللي هي طريقة الاستنسل استخدم الصينيون واليابنيون الطباعة بطريقة التفريغ اللي هو الاستنبا أو الاستنسل وتتلقص في استخدام الورق المعالج يعني المدهون بورنيش الجملكة أو اللاكر لتقويته طبعا هي عبارة عن ورق وبيقوم بعملية دهانه بندهنه طبعا بمدة الجملكة أو الورنيش وبعد ما بندهنه بنبدأ نطبع عليه التصميم بنبدأ نطبع عليه التصميم يرسم عليه التصميم ثم يتم تفريغ الرسم المطلوب اخراجه مع ترك اربطة طبعا تمسك اجزاء الزخارف والرسومات ببعضها وذلك باستعمال مقاطع حدة لعملية التفريغ طبعا زي ما احنا شايفين قدي قدامنا هو هو طبعا رسم التصميم وبعد ما رسم التصميم على نوعية الورق المدهون زي ما قلنا بدأ يفرغ الرسومات باستخدام الكطر الحاد زي ما احنا شايفين قدي الجزء ده متفرغ والجزء ده متفرغ برضو زي ما احنا شايفين اهو قدي نوعية اخرى زي ما قلنا قلنا استخدم الورق واستخدم ايضا البلاستيك الشفاف زي ما احنا شايفين طبع عليه التصميم وبيبدأ عملية الايه التفريغ وبتمرير مزيج الملونات ذات التركيب والقوام الملائم بواسطة الاستوانات او فرش الضق او الرش فوق الورق المقوى المفرغ فينفز مزيج اللون مزيج الالوان بيعدي من خلال الفراغات اللي احنا عملينها في التصميم المفرغة الى السطح المراد زخرفته ادي الاستنبا او الاستنسل بنبدأ نحطها على السطح اللي احنا عاوزين نطبع عليه التصميم بتاعنا وبنبدأ نستخدم سواء كانت مدقات الاستنبا او مدقات الاستنسل او الرش او عملية الرش او ممكن بيستعان بقطعة من الاسفنج ونبدأ نضع كمية الالوان في الفراغات اللي قدامنا في التصميم للحصول طبعا على التصميم اللي احنا شايفينه قدامنا ده برضو باستخدام الاستنبا ممكن استخدم على الجدران قام بعملية تكرار التصميم واحده وبدأ يكرره في عدة اماكن بعد تحددها وايضا خامة اخرى منفذ عليها الاستنسل اللي هي ايه القماش نفس الكلام ومنفذ عدة الوان يعني ادي لون ولون ولون تلات الوان بيبدأ يغطي جزء ويبدأ يضع اللون الاول ثم يغطي اللون اللي تم تلوينه لسهور الجزء الاخر للون علشان يلونه طيب كده احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الاستنسل كما استخدمت رقائك النحاس او القصدير بدلا من الورق ايضا استخدم النحاس انه يطبع عليه التصميم ويفرغه ايضا طبعا زي ما احنا عارفين او قلنا وتحدثنا قلنا انه هو ايه؟ انه طبعا الورق من عملية التكرار بدأ يتهالك ويتآكل فبدأوا يدوروا على خامات بديلة يقدروا يستخدموها في عمل ايه؟ الاستنسل فمن ضمن البدائل دي استخدموا رقائق من النحاس تكون رؤياء جدا بحيث يطبع عليها التصميم وبعد ما يطبع التصميم يقوم بعملية تفريغه فبالتالي دي تتحمل ونسبة الهالك بتاعها بيتأخر شوية يعني ممكن تطبع اعداد كبيرة اكثر من الورق العادي زي ما احنا شايفين اهو طابع الرسمة وبعد ما طبعها قام بعملية ايه؟ تفريغها وبيبدأ لو عنده كذا لون زي ما قلنا احنا قلنا ان ممكن يلون اكثر من لون فبالتالي بيستخدم اما قطعة من الباغ او سكينة وهذه السكينة بيغطي اجزاء علشان يقدر يلون الاجزاء الاخرى ولتطوير الفكرة والتغلب على تفكك الاجزاء في التصميم يعني التصميم بيبدأ يتهلك قام اليابانيون باستخدام نسيج من الحرير ازاي بقى؟ يلثق فوق لوح الاستنسل المفرغ زي ما قلنا ان كان بيعمل الاستنسل من نسختين بين كل نسخة واخرى في طبقة من الايه؟ من الحرير يلثق فوق لوح الاستنسل المفرغ او بين لوحين من الاستنسل المتطابقين يعني اللي شكل بعض بالتفريغ وذلك لمنع انسياب الوان الطباعة أثناء التنفيذ للحصول طبعا طبعا هنا بدأ يفكر زي ما احنا قلنا ادي عمل الاستنبا الاستنبا بتاعته او الاستنسل وشددها على ايه؟ وشددها على اطار من الخشب ابتكرت طرق اخرى للطباعة المحدودة على الخامات المتنوعة ذات الاسطح المستوية وطبقت على المهمات والحقائب للجنود والهيئات المختلفة وكذلك الملسقات الاعلامية والاعلانية ومرت عملية الطباعة بايه؟ بمراحل اه يعني احنا كده اتعرفنا على الجزء الاول اللي هو خاص بالايه؟ ازاي انا بعمل الاستنسل واخر مرحلة توصلوا ليها ان كان بيعمل الاستنسل ابارة عن نشختين متطابقتين بينهما ايه؟ قطعة من الحرير مع المرور الوقت بدأوا يتعرفوا على طرق اخرى ومن خلال التطور بدأوا يستخدموا خامات اخرى في عملية تجهيز التصميم على شاشة حريرية طيب ازاي؟ ازاي بدأوا؟ زي ما احنا بنقول يا جماعة ان الشاشة الحريرية عبارة عن اطار من الخشب وقطعة من الحرير طيب انا دلوقتي علشان اعمل شبلون بتاعي او البرواز بتاعي اللي انا هضبع عليه التصميم او هحدد عليه التصميم قال لي انت علشان تجهيز شبلون عشان تستخدمه للطباعة في تلت طرق في تلت طرق التلت طرق ايه؟ التلت طرق بتوعنا اللي احنا بنستخدمهم لعمل الشبلون لاستخدامه للطباعة التكرارية وهيقعد فترة اطول ان انا بجيب اما باستخدم الشبلون او بجهز التصميم على الشبلون الحريرية بطريقة تعرف بطريقة الملو المباشر او باستخدام نوعية معينة من الورق تعرف بورق البروفيلم او بالطريقة الحديثة اللي هي طريقة التصوير الضوء طيب اما نيجي بقى نتناول احد هذه الطرق بنبدأ نعرف الجزئية الاولى اللي مشي مع السلاس طرق اللي هي ايه؟ اعداد الشبلون اعداد الشبلون طيب انا علشان اعد الشبلون بتاعي قلنا ان انا بجيب حرير بجيب اطار او برواز من الخشب او ممكن برواز من الالاموتال ولكن هذا البرواز لا يزيد عن التصميم الا حوالي خمس خمسة سنتي من الاربع جهات يعني ما يكونش كبير لا بجيب برواز يكبر عن التصميم حوالي خمسة سنتي من جميع الجهات طيب دي ايه اول جزئية يبقى انا عرفت ان البرواز بتاعي هيكبر من التصميم اللي انا هطبعه فيما بعد اكبر منه خمسة سنتي من الاربع جهات طيب والحريرة اه بجيب قطعة من الحرير يزيد عشرة سنتي عن البرواز من الاربع جهات طيب ليه يا سيدي انا بقى بقى زيد من قطعة الحرير تكون اكبر من البرواز لان انا هشد قطعة الحرير على الاطار الخشبي هشد قطعة الحرير على الاطار الخشبي بواسطة الدبابيس طيب ده ما انت دلوقتي يا مستر قلتنا ان انا ممكن اعمل الاطار ده بالالاموتال اه ممكن اعمله بالالاموتال بس بدون استخدام الدبابيس لا بابدأ عملية اعداده بطريقة اخرى طيب احنا زي ما احنا عارفين ان الحرير عبارة او القماش من طبعه عبارة عن خيوط سدى وخيوط لحمة هذه الخيوط خطوط خيوط طولية وخيوط عرضية يبقى انا ما اجي اشد قطعة الحرير لابد ان انا اراعي النقطة دي ان ايه ان عملية شد قطعة الحرير على الاطار الخشبي يكون ما فيهاش جزء مكرمش يعني ايه ما فيش كشكشة في قطعة الحرير لا تكون مشدودة من الاربع جهات الخيوط بتاعتها سواء كانت السدى او اللحمة مشدودة ما فيش حاجة مرخية من جزء ايه قطعة الحرير طيب في طريقة يدوي في عملية الشد وفي طريقة آلية يعني الطريقة اليدوي طبعا ان انا بجيب قطعة الحرير زي ما قلنا وبتغمر في مية ليه انا بغمر قطعة الحرير في المية عشان يسهل ان انا اقدر اشد قطعة الحرير في عمل وانا بدبسها وانا بدبسها في البرواز الخشب طيب ببدأ عملية تدبيس او تثبيت قطعة الشبلون ان انا عندي طبعا زي ما احنا عارفين البرواز الخشب اعداد الاطار اعداد الاطار اللي هو الشبلون طبعا ادي البرواز الخشب بتاعنا زي ما احنا عارفين طبعا ادي البرواز الخشب ببدأ اجيب طبعا قطعة الحرير بتاعتي وقطعة الحرير طبعا بخلي بالي زي ما قلنا بتكون اكبر 10 سنتي من الاربع جهات ببدأ قبل قطعة الحرير وبعد ما ببلها ببدأ عملية الشد طيب بشد قطعة الحرير الاول ببدأ ادبسها من هنا بواسطة دباسة اما دباسة اما دباسة حوائية او بالكهرباء او الدباسة الكبيرة بتاعتنا اللي المتوفرة ببدأ اشد الجهة دي اجي من ناحية دي طبعا ببدأ اشد قطعة الحرير بحيث تبقى خطوطها كلها طولية وكل الخطوط مشدودة كل الخطوط مشدودة وبعد كده ببدأ ادبسها من ناحية دي بعد كده اجي من الطرف الاخر بشدها بحيث برضو ما يقاش فيه كرمشة في المنتصف هنا وببدأ اشدها بالدبابيس بتاعتي بعد ما خلص ببدأ اشد واضغط من هنا وابدأ اضع الدبابيس دبابيس يلي الاخر حتى انتهي من شد الشبلون حتى انتهي من شد الشبلون طيب انا شديت الشبلون طبعا انا كنت في البداية طبعا بليت الشبلون طيب هذه العملية هي عملية اعداد اطار الشبلون سواء كنت هستخدم طريقة الملو المباشر او هستخدم طريقة البروفيلم او هستخدم التصوير الضرق يعني ايه الكلام ده يعني انا بعد الشبلون علشان عملية سد مسام الحريرة وحدة وحدة تمام يعني ايه وحدة عملية اعداد الشبلون وهي طريقة وحدة سواء كنت هستخدم مسام الحريرة بالملو المباشر انا بجهز الشبلون بهذا الاسلوب طيب اذا كان بطريقة البروفيلم بجهز الشبلون او اطار الشبلون بتاعتي بالحريرة بهذا الاسلوب طيب لو انا هستخدم طريقة التصوير الضوئي في سد مسام الحريرة برضو بعد الشبلون بهذه الطريقة اذا اعداد الشبلون للطرق التلاتة واحد اعداد الشبلون للطرق التلاتة واحد طيب يبقى انا كده جهزت الشبلون طيب انا راجل لسه مبتدئ في عملية اعداد وتجهيش الشبلون للطباعة يبقى هستخدم الطريقة البداية الاولى او الطريقة اللي استخدموها في البداية ان انا هعمل ايه هجيب التصميم بتاعي وابدأ اضع اسفل الحريرة بجيب المنددة بتاعتي واضع اسفل قطعة الايه الحرير يعني الاطار هي من جوه كده انا بجيب الشبلون بتاعتي وببدأ اضعها على التصميم بتاعي وبعد ما حط الشبلون ببدأ اطبع التصميم على الحريرة بطبع التصميم على الايه الحريرة بيستخدام ايه الم رصاص او الم جاف الم رصاص او الم جاف ببدأ اطبع التصميم بتاعي طيب بعد ما طبعت التصميم بتاعي على قطعة الحرير ببدأ العملية التانية اللي هي إيه اللي هي سد مسام الحريرة آه بسد مسام الحريرة بإيه طب هل أنا بسد مسام الحريرة بالكامل لا طبعا أنا عندي التصميم مثلا عندي التصميم عبارة عن مجموعة مثلا من الورق ورق شجر مثلا أو زهرة أو وردة فأنا الأماكن اللي بيتم سدها اللي هي لإما أطراف هذا التصميم لو أنا عاوز التصميم أطرافه بس أو الجزء الداخلي بتاعه هو اللي يبقى باين ببدأ أسد حوالين التصميم والباقي اللوحة اللي هو جزء التصميم هو اللي بسيبه فارغ يعني لو إحنا زي ما إحنا شايفين أدي الجزء ده كده أو ده اللي فيه التصميم طيب يبقى أنا هعمل إيه يبقى أنا بسد الجزء ده كله بسد كل السقوب طبعا اللي هي المسام بتاعة الحرير زي ما إحنا عارفين إن الحرير له مسام وبتختلف درجة ضيق هذه المسام أنا ببدأ أقفلها طيب أنا بقفل الشبلون بإيه يبقى أنا أنا بتكلم عن طريقة إيه طريقة الملو المباشر آه طريقة الملو المباشر زي ما إحنا عارفين إني بستخدم لسد مسام الحريرة عدى الجزء اللي فيه التصميم وإظهار التفاصيل في التصميم ببدأ أستخدم إيه إما بوية السليلوز أو بوية السنساتيك طيب يعني أنا ممكن أستخدم بوية السليلوز أو بوية السنساتيك بس لا ده قال لك فيه بدائل فيه تلوقتي ممكن أستخدم مواد أخرى في عملية سد مسام الحريرة طيب ولكن لو أنا استخدمت بوية السنساتيك أو بوية السليلوز ما تمام طيب أنا ما بفرد المادة اللاصقة بتاعتي أو بوية السليلوز بتاعتي أو بوية السنساتيك بفردها منين هل بفردها من الخارج ولا بفردها من الداخل لا داخل الإطار داخل الإطار داخل الإطار الشبلونة يعني من الداخل زي ما احنا عارفين احنا دلوقتي قادي البروازة هو قادي البرواز بارس كده وطبعا الدبابيس والحاجات دي من الجهة الأخرى ببدأ بضع الألوان بتاعتي من داخل قطعة الحرير طيب أنا ماجي أطبع هطبع ازاي زي ما هي كده الشبلونة ولكن بيتم تثبتها على منضادة الطباعة بيتم تثبتها على منضادة الطباعة طيب انتقلوا للمرحلة التانية أو للطريقة التانية في سد مسام الشبلون امت نتيجة طبعا عملية الطباعة التكرارية ان هو بيستخدم الشبلون في الطباعة لأكثر من مشغولة فبالتالي نتيجة احتكاك الراكل اللي هي مصطرة الطباعة الراكل مصطرة الطباعة دي بتاخد كمية اللون وتبدأ تسحبه فبيبدأ اللون ينفذ من خلال الحريرة فين في الاماكن اللي فيها التصميم طب عملية احتكاك مصطرة الطباعة اللي هي الراكل دي خلى فيه اماكن في الشبلون بدأت تتفتح يعني ايه بدأت تتفتح يعني اماكن بدأ كمية بوية السنستيك اللي احنا عملينها او بوية السيرولوز اللي احنا عملينها بدأت تتآكل تتشال فبدأت مسام الحرير تبقى مفتوحة فبقى يعدي منها كمية من ايه من احبار الطباعة اللي انا بطبع بيها على الاسطح فبدأ عملية الترميم طبعا عملية الترميم بتدي سمك لكمية اللون اللي موجود في الشبلونة ونتيجة الاحتكاك بقى يبقى فيه صحوبة في عملية الطباعة قالك خلاص احنا ننتقل لمرحلة اخرى او نستخدم طريقة اخرى نستخدم طريقة اخرى الطريقة التانية كانت ايه الطريقة التانية كانت اسمها طريقة البروفيلم طريقة البروفيلم يعني الطريقة التانية لسد مسام الخشب اسمها طريقة البروفيلم البروفيلم ده عبارة عن ايه عبارة عن نوعية من الورق نوعية من الايه من الورق بيكون من ثلاث طبقات الطبقة الاولى طبقة شفافة طبقة ايه شفافة هذه الطبقة الشفافة يا جماعة مدهونة بديهان شمعي علشان ما تلتصقش بالطبقة التانية الطبقة التانية عبارة عن ورق واخد طبقة تشبه طبقة الجملكة تشبه طبقة الجملكة وقد يكون الطبقة بالكامل عبارة عن طبقة تشبه طبقة الجملكة وهي دي اللي بيتم عمل التصميم عليها والطبقة التالتة طبقة دعامية يعني ايه طبقة دعامية يعني طبقة قوية تحمي الطبقتين التانية طيب قالك بنعمل ايه بقى بنجيب الورق دوت اللي هو ورق البورو فيلم هذا الورق زي ما احنا عارفين بنقول فيه طبقة شفافة اللي هي الطبقة الاولى وبعدين فيه طبقة اللي هي تشبه الجملكة وبعدين الطبقة التالتة اللي هي دعامية طيب بنعمل ايه بنبدأ نجيب الورق بتاعنا دوت الطبقة الشفافة بتكون الطبقة الاولى بتنزع وبعد ما بتنزع ببدأ اجيب التصميم بتاعي اللي انا جهزته واضعه على الطبقة ايه الطبقة التي تشبه الجملكة بضعه عليها واطبع التصميم يعني ايه اضغط على التصميم بحيث يطبع على الطبقة التي تشبه الجملكة طيب وبعد كده قالك بتاخد الطبقة دية وتقوم بعملية تفريغها يعني ايه زي الاستنسل اه بيتم تفريغ التصميم زي الاستنسل الله طيب ماه انا كده وانا بفرغ هذه الطبقة اللي هي تشبه طبقة الجملكة ايه اللي هيحصل هتتقطع الطبقة الدعمية لا طبعا مش هتتقطع الطبقة الدعمية ليه لان انا طبعا باستخدم قطر حاد وفي نفس الوقت هذه الطبقة التي تشبه الجملكة طبقة بتكون مرنة ويسهل قطعها بالايه بالمقطع بتاعي او القطر بتاعي طيب بعد كده انا بعمل ايه زي ما احنا قلنا هذه الطبقة اللي هي تشبه طبقة الجملكة وديه الطبقة الدعمية انا بعمل ايه ببدأ اجيب الشابلون بتاعي اللي احنا مجهزينه اللي هو عبارة عن الاطار بتاعنا والحريرة طيب بجيب الشابلونة بتاعتي وببدأ اضع التصميم كده بقى الامامي ايه بقى الطبقة الدعمية هي اللي من اعلى والطبقة التي تشبه الجملكة فين هي اللي مواجهة لقطعة الايه الحرير طيب وبعد كده بعمل ايه بجيب مكواه 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 العادية بتاعتنا تكون دافية هذه المكواه ما تكونش لا سخنة قوي ولا في حالة برود لا يعني تكون متوسطة في حالة دافية بحيث اتأكد من ان مادة المادة التي تشبه طبقة الجملكة نزلت على الحريرة وتم سد مسام الحريرة عدى ايه عدى الاماكن اللي هي مفرغة اللي هي اماكن التصميم يبقى انا سديت مسام الشابلون في اطار محدد على قد التصميم بتاعي تمام وباقي الشاشة الحريرية طبعا مش متقفلة فببدأ اقفلها بشريط لاصق في الغالب او ممكن اقفلها بمادة ورنيش مثلا وفي الغالب ان انا بشد طبعا شريط لاصق وهذا الشريط اللاصق بيكون شريط مانع لنفاذ اي كمية من الالوان وبعد ما بنتهي من لصق الشريط ممكن ادهنه بطبقة من دهان الجملكة عشان يمنع نفاذ الاحبار الطباعة اللي انا هستخدمها فيما بعد يبقى انا عرفت الطريقة الاولى اللي هي طريقة ايوه الملو المباشر والطريقة التانية اللي هي طريقة البروفيلم وزي ما قلنا ان ورق البروفيلم بيتكون من ثلاث طبقات الطبقة الاولى شفافة والطبقة الثانية طبقة تشبه طبقة الجملكة ودي اللي بنطبع عليها التصميم بتاعنا والطبقة التالتة اللي هي الطبقة الدعمية طيب نرجع تاني زي ما قلنا ان انا حاطط التصميم بتاعي بحيث الطبقة التي تشبه الجملكة هي المواجهة للحريرة والطبقة الدعمية من اعلى وبجيب المكوى من اعلى ونتيجة السخنية او درجة الحرارة بتبدأ تثبت طبقة التي تشبه الجملكة بالحريرة فبالتالي بكون انا سديت المسام بتنزع الطبقة الدعمية بتنزع الطبقة الدعمية بشيل الطبقة الدعمية انا مش عاوزها بعد كده وببدأ اسد طبعا الفراغات زي ما قلنا بالشريط اللاصق ويدهن بطبقة من الجملكة طيب تعالوا كده مع بعضينا نتناول الاجزاء دية من خلال الرسومات والصور مكونات الشبلون طبعا برواز من الخشب قطعة من الحرير الراكل اللي هي مصطرة الطبعة اللي احنا قلناها طريقة شد الحرير فوق الاطار تأخذ قطعة من الحرير اكبر قليلا من الاطار زي ما قلنا 10 سنط من كل جهة وتبلل بالماء بعد كده تشد الحريرة على الاطار بالمسامير او الدبابيس يقطع الحرير الزيادات اللي هتكون من الاطراف ببدأ اشيلها تغطى الجوانب الداخلية بشريط لاصق ثم يدهن بالجملكة لمنع ايه لمنع تصرب البوية طبعا زي ما احنا شايفين اهو ادي الاطار ودي قطعة الحرير وزيادة 10 سنط من كل جهة هنا هو وهو بشد يعني عمل الدبابيس من جهة ومن الجهة التانية بشد علشان يبدأ يثبت بالدبابيس بتاعتنا هنا طبعا بعد عملية الشد طيب وانا قلت في طريقة اخرى ممكن اشد بيها وبتريحني الطريقة دي ان بيبقى بيبقى فيه زي اطار او برواز مسبت عليه مجموعة من الدبابيس زي الدبابيس الابرة كده وببدأ اعدي من خلاله طبعا القطعة الحرير بتاعتي من احد الجهات وبشدها وببدأ اضع الدبابيس وبنتقل من الجهة الاخرى ان انا بشيلها وسبتها من الجهة التانية وببدأ اشد واضغط بحيث يبقى قطعة الحرير مجدودة وببدأ ادبس الدبابيس بتاعتي وكذلك من الجهة الاخرى في الجهة الرابعة طريقة الاولى اللي هي طريقة الملو المباشر اعداد الشابلون للطباعة بالملو المباشر مسح طبعا قطعة الحرير لان ممكن وانا بجهزها او بشدها اه ممكن ايديا كان فيها بعض زيوت بعض مواد دهنية فانا بخسلها وبنطفها كويس جدا بالطنر او بالكحول علشان تبقى ما فيهاش اي مادة عازلة بعد كده يوضع التصميم اسفل حريرة البرواز ويشف بالقلم الرصاص او الايه الجاف تملأ ارضية التصميم بورنيش سلولوز او بوية السلولوز او بوية السنساتيك يجب سد جميع مسام الحرير جيدا حتى لا يظهر التصميم ايه مشوه عند الطبع فيما بعد زي ما احنا شايفين اهو ادي بيطبع التصميم طبعا ادي زي ما احنا شايفين ادي الشابلونة اهو وهو واضع الرسمة من الداخل وبيبدأ يطبعها على الايه قطعة الحرير وهنا طبعا بعد ما طبعها على قطعة الحرير وبدأ يسد المسام سد المسام زي ما احنا شايفين كده قدامنا اهو ادي الاجزاء دية اللي هي ما تمش ملقها بالايه ما تمش ملقها ببوية السنساتيك او بوية السلولوز يبقى دي اماكن ايه ايوه سمع واحد بيقول لي اماكن التصميم يعني انا بمحط البوية بتاعتي هنا وابدأ استخدم مسترطة الطباعة اللي هي الركل يبدأ اللون ينفذ من خلال المسام الخاصة بالايه بالتصميم الطريقة التانية اللي هي طريقة ايه طريقة البروفيلم طريقة البروفيلم طريقة البروفيلم بيقول لي ان بديني فكرة بيعرفني ان ورق البروفيلم بيتكون من سلاس طبقات الطبقة الاولى عبارة عن ورق شفاف عليه طبقة خفيفة من الشمع للحماية والطبقة التانية مادة تشبه الجملكة وهي الطبقة الاصلية اللي احنا ايه بنستخدمها للتفريغ اننا بطبع عليها التصميم بتاعي تلاتة الطبقة الثالثة وتعرف بالطبقة الدعامية وتنزع بعد لسق طبقة البروفيلم اعداد الشابلون للطباعة بورق البروفيلم انا بابدأ اجهز ازاي التصميم بتاعي باستخدام ورق البروفيلم على الشابلون يرسم التصميم على ورق البروفيلم يفرغ التصميم بمقطع حاد مع عدم قطع الطبقة الايه الطبقة الدعامية طيب بعد كده انا بابدأ تلتصق الطبقة الاولى بالحرير لسد المسام مش الطبقة الاولى بقى الطبقة الاولى بالنسبة ان انا بعد منازعت الطبقة الايه الشفافة انا شلت الطبقة الشفافة اصبح اللي مواجه للشابلون ايه الطبقة التي تشبه طبقة الجملكة طيب بيقول لي تلتصق الطبقة الاولى بالحرير لسد المسام وتنزع الطبقة الدعامية وتغطى باقي مسام الشابلونة بايه بشريط لاصق زي ما قلنا طيب ده كده احنا اتكلمنا عن طريقة اعداد الشابلون للطباعة بطريقة الاستنسل اولا تعرفنا عن الاستنسل ازاي كنا بنقوم بعملية الطباعة التكرارية في البداية تاريخيا عفوا ولكن بمرور الوقت وتطور والتطور بدأنا ننتقل ان يبقى فيه اطار وهذا الاطار يسبب به حريرة وهذه الحريرة يطبع لها التصميم وبعد طبع التصميم تسد مسام الحريرة عدى اماكن التصميم وعرفت هذه الطريقة بطريقة المباشر ثم مع التطور تعرفنا على طريقة اخرى لسد مسام الحريرة وعرفت بطريقة البروفيلم مع التطور الحديث بدأنا نتعرف على طريقة اخرى تعرف بطريقة التصوير الضوئي وهنعرف دلوقتي ليه اطلق عليها التصوير الضوئي معنى ان انا بقول تصوير ضوئي اذا الاضاءة عامل مباشر في اعداد وتجهيز الشابلون عامل مباشر في اعداد وتجهيز الشابلون لعملية الطباعة طيب اما نيجي نتكلم طبعا احنا بنقول بداية اعداد الشابلون اعداد الاطار خلاص احنا متفقين من البداية ان اعداد الاطار الخشبي والشابلون الحريرة تشد سواء كانت بالبروفيلم او المال مباشر او تصوير الضوئي واحدة طيب ما نيجي ننتقل بقى للجزء التاني انا مجهز الشابلون بتاعتي وعاوز اجهز التصميم يبقى المرحلة التانية بعد اعداد الشابلون مرحلة اعداد التصميم الله بس احنا كنا بنجيب التصميم ونطبع اه التصوير الضوئي يختلف بقى انا ببدأ اجيب نوعية معينة من الورق تعرف بالكلك او الاركزول هذا الورق ورق شفاف جدا ينفذ من خلاله الضوء يعني الضوء بيعدي من خلاله هذا الورق ويطبع التصميم عليه او من الممكن ان انا اصور التصميم على نوعية الورق ده من خلال مكينة تصوير او يتم طبعها من مكينة طباعة طيب وبعد كده انا باخد التصميم اللي تم طبعه على هذا الورق الشفاف اللي هو يعرف بالكلك او الاركزول وببدأ اسد مسام التصميم ايوة مسام التصميم ايه اللي على الشفافة بسد هذه المسام مش بسدها بحبر يعني بيبدأ بحبر التصميم بتاعي بحيث لا ينفذ من خلاله الضوء لا ينفذ من خلاله الضوء يعني لو احنا اعتبرنا الورق اللي قدامنا دي الشفافة قادي التصميم دي الخطوط الخارجية للتصميم طيب هيعدي الضوء من خلال دي احنا بنقول دي شفافة احنا بنقول ان دي ايه بنعتبرها انها شفافة قادي التصميم دي الخطوط الخارجية انا ما صورتها طلعت بالشكل ده ابدأ اعمل ايه ببدأ بالحبر بتاعي بتاعي او لون اسود لا ينفذ من خلاله الضوء ببدأ اصد الايه اه احبرها احبرها بحيث ما يكونش في مكان يعدي منه الضوء مكان يعدي منه الايه الضوء خالص طبعا زي ما انا عملت هنا بنبدأ نعمل في باقي اجزاء التصميم طبعا اما تبقى معمولة بلون غامق وفي الغالب بيكون اللون الاسود ما بيعديش دوء من خلالها حتى لو هي على ورق شفاف طيب بعد ما بنتهي من عملية تحبير التصميم بتاعي على ورق الكلك او ورق الاركازول ببدأ اعمل ايه انا جهزت كده التصميم بتاعي ببدأ اجهز مادة اخرى تعرف بمادة الحساس بمادة الحساس او المادة المستخدمة في عملية التصوير المادة المستخدمة في عملية التصوير طيب المادة المستخدمة في عملية التصوير هو طبعا بداية احنا عملنا مادة كان بيتم اعدادها يدويا ولكن مع التطور التكنولوجي والتطور في اعداد الخامات بدأت تظهر خامات هذه الخامة من الممكن بتباع عبارة عن عبوات بتستخدم مباشرة على طول في عملية التصوير طيب احنا هنتكلم على الطريقة العادية بتاعتنا اللي متنولها عندي في الكتاب بنقول ان انا بجيب مادة طبعا كلنا عارفينها هي اسمها الجيلاتين الجيلاتين نوع من انواع الغراء ولكن الخامة بتاعته رقيقة وبيكون عبارة عن رقائق شفافة جدا بجيب هذه الرقائق اللي هي مادة الجيلاتين وتنقع في الماء طيب بجيب ايه وضعها في ماء قد ايه اه انا بجيب حوالي خمسة خمسة جرام من الجيلاتين واضعهم على خمسة وعشرين سنتيمتر مكعب من الماء وبعرضهم لدرجة حرارة بسيطة عشان ايه يتم ذوبان مادة الجيلاتين طيب انا كده اعدت تم اعداد الجيلاتين عبارة عن خمسة جرام من مادة الجيلاتين نقعتها في مية بنسبة خمسة وعشرين سنتيمتر مكعب من الماء وخلطتهم وبسيبهم حتى ينصهر تنصهر مادة الجيلاتين طيب هل هي دي المادة بس؟ لا طبعا في مادة اخرى المادة الاخرى تعرف ببكرومات البوتاسيوم او بكرومات السوديوم بكرومات البوتاسيوم بنبدأ نجيب نسبة 3 جرام 3 جرام 3 جرام من هذه البدرة وفي الغالب البدرة دي بتكون صفراء اللون او برتقالية فتحة وببدأ اضعها على كمية من الماء تعادل 15 سنتيمتر مكعب اه طيب يبقى انا جبت بكرومات السوديوم او البوتاسيوم والمية وضفتهم على بعض بنسبة 3 جرام بكرومات البوتاسيوم و 15 سنتيمتر مكعب مية خلطتهم على بعض طيب بسيبها وببدأ اجيب بوضعها في وعاء وبجيب الجيلاتين بتاعتي ووضعها في وعاء آخر وبعد ما اضعهم في وعاء آخر ببدأ اطفل اضاءة بتاعتي او اضاءة خافتة وضخلة المادتين وبدهن الشبلونة بتاعتي لعملية التصوير يبقى احنا تنولنا طريقتين من احد الطرق المستخدمة في عملية اعداد الشبلون لعملية الطبعة الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة